الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فحياكم الله في المحاضرة السادسة من الوحدة الخامسة هذه الوحدة التي بينا أنها تتكلم عن الخبر المقبول وأقسامه وهما قسمان القسم الأول الحديث الصحيح ومباحثه وتم شرحها فيما مضى والقسم الثاني الحديث الحسن ومباحثه في المحاضرة الخامسة الماضية تكلمنا عن الحديث الحسن وبعض مسائله وفي هذه المحاضرة السادسة نستكمل ما تبقى من تلك المسائل المتعلقة بالحديث الحسن المسألة الخامسة وهي مرتبة قول المحدثين حديث صحيح الإسناد أو حديث حسن الإسناد قول المحدثين هذا حديث صحيح الإسناد هو في الحقيقة دون قولهم بالإطلاق هكذا هذا حديث صحيح ومثله أيضا لو قالوا هذا حديث حسن الإسناد فهو أيضا دون قولهم هذا حديث حسن السبب في ذلك أنه قد يصح ويصحح أو يحسن الإسناد دون المتن وذلك أن الشرط الخامسة التي مرت معنا بعضها متعلق بالسند وبعضها متعلق بالمتن فكأن المحدث إذا قال هذا حديث صحيح فقد تكفل لنا بتوفر شروط الصحة الخمسة في هذا الحديث إذا أطلق هكذا قال هذا حديث صحيح أو قال هذا حديث حسن فقد تكفل بوجود الشروط الخمسة وتحققها أما إذا قال هذا حديث صحيح الإسناد وقيدها هكذا بقوله صحيح الإسناد أو حسن الإسناد فقد تكفل لنا بتوفر ثلاثة شروط فقط من الشروط الخمسة هذه الشروط التي يتكفل بها إذا قال هذا حديث صحيح الإسناد هي اتصال الإسناد وعدالة الرواه وضبطه أما نفي الشذوذ ونفي العلة عن هذا الحديث فلم يتكفل بهما لأنه لم يتثبت منهما لكن الحقيقة لو جاءنا حافظ معتمد وقال هذا حديث صحيح الإسناد وهذا الحديث لم يذكر له علة فالظاهر والله أعلم صحة المتن أيضا لأن الأصل عدم العلة وعدم الشذوذ المسألة السادسة تقسيم البغوي لأحاديث المصابيح الإمام البغوي ألف كتابا سماه مصابيح السنة هذا الكتاب هذبه وزاد عليه الخطيب التبريزي وسمه مشكات المصابيح وهو مطبور الإمام البغوي كان له اصطلاح خاص به فقد درجة في الإمام البغوي في كتابه المصابيح على اصطلاح خاص له وهو أنه يرمز إلى الأحاديث التي في الصحيحين أو أحدهما ويريدها في كتابه المصابيح يرمز لها بقوله صحيح ويرمز إلى الأحاديث التي في السنة الأربعة ويريدها في كتابه بقوله حسن وهذا الاستلاح استلاح خاص به وهو استلاح لا يستقيم مع الاستلاح العام لدى المحدثين يعني لا يستقيم مع تعريفنا للحديث الصحيح وللحديث الحسن لأن في سنة الأربعة يوجد الحديث الصحيح ويوجد الحديث الحسن ويوجد الضعيف ويوجد المنكر لذلك نبه ابن الصلاح والنووي على ذلك يعني على ذلك الاستلاح ومن هنا فينبغي على القارئ في كتاب المصابيح أن يكون على علم من استلاح الإمام البغوي الخاص به في هذا الكتاب عند قوله عن الأحاديث صحيح أو حسن وهذا الكتاب الذي هو كتاب مصابح السنة بينا أنه جمعه من الصحيحين ومن سنة الأربع سنة الدارمة وهذبه التبريزي في كتاب سماه مشكات المصابح وهو المطبوع وقام بالعناية به الشيخ الألباني فعلق على أحاديثه تصحيحا وتضعيفا المسألة السابعة وهي الكتب التي هي من مظنات الحديث الحسن أي يوجد فيها الحديث الحسن الحقيقة أن العلماء لم يفردوا كتبا خاصة بالحديث الحسن المجرد كما أفراد الصحيح المجرد في كتب مستقلة فعندنا الكتب مستقلة في صحيح المجرد كما سبق بيانه صحيح البخاري ومسلم وكذلك كتب الصحاح الأخرى لكن الحديث الحسن لم يوجد كتاب مجرد يقال هو خاص بالأحاديث الحسن لكن هناك كتبا يكثر فيها وجود الحديث الحسن وهذه الكتب هي مضان وجود الحديث الحسن ومن أشهر هذه الكتب أولا جامع التلمذي المشهور بسنان التلمذي فهو أصل في معرفة الحسن والإمام التلمذي نفسه هو الذي شهر الحديث الحسن في هذا الكتاب وأكثر من ذكره ولم يكن يستخدم لفظ الحسن قبل الإمام التلمذي إلا قليلا لكن ينبغي أن نتنبه إلى أن نسخه أي نسخ سنان التلمذي تختلف في تعليقات الإمام التلمذي على الأحاديث وخاصة في قوله حسن صحيح ونحوه يعني حسن صحيح غريب وما أشبه تختلف النسخ وهذه الألفاظ تكون مختلفة من نسخة إلى أخرى وعليه فعلى طالب الحديث العناية باختيار النسخة المحققة والمقابلة على أصول معتمدة الكتاب الثاني من مضان الحديث الحسن وهو سنان أبي داود فقد ذكر الإمام أبو داود في رسالته إلى أهل مكة قال أنه يذكر فيها في سنانه الحديث الصحيح وما يشبهه هو يقالبه ويذكر الحديث الضعيف ويقول فيه وما كان فيه وهن شديد بينته وما لم يذكر فيه شيئا قال فهو صالح فبناء على ذلك إذا وجدنا فيه يعني في سنان أبي داود حديثا لم يبين هو ضعفه ولم يصح هو أحد من الأم المعتمدين فهو حسن عند أبي داود أخيرا أيضا من مضان الحديث الحسن سنان الدار قطني فقد نص الدار قطني على كثير منه عن الحديث الحسنة في هذا الكتاب وبهذا نكون انتهينا من المسائل المتعلقة بالحديث الحسن والله أعلم وصلى الله عليه بنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله